سيد العربي في الجزائر حصل يعني ما حصل ترد الاستعمار وقع ترد الاستعمار بعد 130 سنة مليون ونصف أو غربما يزيد شهيد ظن وقتها الجزائريون أنهم خلاص يعني الآن ستفتح باب الجنة وسيرسون نظاما يختارونه هذا لم يحصل جاءت التجربة الأولى في 88 بعد انتفاضة شعبية جاء دستور 89 فتح البجال للأحزاب السياسية حصلت انتخابات كان ربيع عربي سابق لأوانه في الجزائر لكن وقع الانقلاب على ذلك ما تعيشه اليوم الجزائر في علاقة طبعا بمقاومة الاستعمار وبأمالها حينما كانت قاومة الاستعمار الفرنسي هل يمكن القول أن الشعب الجزائري بطريقة ما لا أدري هالعبارة هذه صحة أم لا أنه كانه عادة إلى استعمار لكن من نوعا آخر بمعنى ذلك الاستقلال ليس استقلالا تاما في صائفة 62 لما جات جيش الحدود هاجم على الجزائر العاصمة راح أحد كبار ثوار يسمى محمدي راح لرئيس الحكومة الشرعية يوسف من خدام قال له نواجههم نقاتلهم بالسلاح قال له كيف تريدني يا أخ محمدي كيف تريدني أن أواجه جيش منظم تدعمه يدعمه عبد الناصر والحسن الثاني وديكول التقت هذه القوة الثلاثة على رقم الخلافات بينها خاصة ما بين عبد الناصر وديكول وعبد الناصر والحسن الثاني التقت على دعم طغمة عسكرية لماذا؟ لأن الأنظمة العسكرية وهنا ذكرنا بقول المكسيكي لأن النظام الاستعماري يعرف أن أفضل بدلة هو الطغمة العسكرية طغمة العسكرية عندما تأتي فإنها لا تبني الدولة ولا تحمي الوطن ولا تغني الشعب وإنما يكون هدفها الرئيسي هو الحفاظ على النفوذ وعلى السلطة التي اقتصبتها اقتصابا وتعرف أن آخرين يطالبون بها الأخ عادل لطيف جدا قال لك هذه أصبحت قبائل هذه ليست قبائل هذه عصابات والدليل ليس أنا لا أقول ذلك مبالغة انظر إلى اليوم خمس جنيرالات من أكبر جنيرالات الجزائر موجودين في السجن يتهمونهم بالنهب قالوا أنهم وجدوا في بيت واحد فقط عندوا 800 مليار سنتيم بيت جنيرال واحد كاش إذن نحن أمام معضلة والمعضلة أنه حينما كان الاستعمار حينما كان أبان أو أجدادنا يواجهون الاستعمار الفرنسي كان العدو واضح كان العدو واضح حتى الجزائرين الذين كانوا معهم وكانوا كثيرين مع الاستعمار الفرنسي كان واضح كان حكمهم حكم المستعمر أما عندما يكون الاستعمار هو لوني ولونك أسمي وأسمك فالناس تختلف عليها الأمور حتى أن أخونا الفاضل وهو من المغرب قال لك الحرب الأهلية في الجزائر لم تكن حرب أهلية في الجزائر لم تكن حرب أهلية كانت حرب الجنيرالات ضد الشعب الجزائري لأنهم أقدموا على انقلاب ومن هم هؤلاء الجنيرالات؟ من ثماني الجنيرالات من أكبر ثمانية الذين قاموا من انقلاب سبعة كانوا يقاتلون من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية إذن نحن الكل مختلط معناها فرنسا لم تذهب بعيدا إنما عدت هؤلاء ليصلوا في لحظة معينة في البداية اخترقوا الدولة ثم في 92 وصلوا إلى الهيمن على الدولة بالسيطرة على نظام الحكم إذن أنت أمام استعمار ما يسميه عبد الكريم الخطابي رحمه الله من عظم عظمائنا يسميه الاحتقلال الاحتقلال هو هذا الذي نعيشه أي أن الحاكم هو منك من أبنائك من أسمائك من لكنه في نهاية المطاف يحكمك كأنه استعمار كولون يعني الكولون الكولونيالي هذا هو الذي نعيشه اليوم ما الذي يجبه فعله أساسا على شعب الجزائر فعله إسقاط العصابات ليس هناك خيار آخر تقول لي كيف؟ أقول لك أنا أؤمن بالطرق السلمية بالطرق اللعنفية طريقا هذه ليست أنظمة نعارضها هذه ليست أنظمة حكم نعارضها هذه عصابات وجب مقاومتها إذا أردنا أن تنجو الشعوب والأوطان